رحم الله الإمام الشاطبي رحمة واسعة رحم الله الإمام الشاطبي رحمة واسعة إذ يقول في ألفيته المباركة روى القلب ذكر الله فاستسقم قبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مثرات عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا ولا عمل أنجاله من عذابه غدا تلجزى من ذكره متقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينى الخير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا ثم يناجي ربه في آخرها فيقول فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عثرت وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا حنانيك يا الله يا رافع العلا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا صلاة تباري الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناهن زرنبا وقرنفلا بغير تناهن زرنبا وقرنفلا رحم الله الشاطبي رحمة واسعة وبارك في ألفيته المباركة التي ما دخلت بيتا إلا وملأته خيرا إلا وملأته خيرا يقال ويذكر أن أحد التجار كان يقتني منها في بيته ألف نسخة كان يقتني منها في بيته ألف نسخة رجاء بركة القرآن وبركة القراءات القرآنية رحم الله أئمتنا أجمعين